السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم السبت 30 تشرين ثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج العقرب لغاية الساعة 11 و 52 دقيقة من ظهر اليوم السبت بتوقيت جرينتش بعدها بده ينتقل لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 9 و 8 دقائق مساء يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و 12 دقيقة مساء اليوم السبت بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر بما أنه ما زال موجود في برج العقرب لغاية ساعات الظهر معناته ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا في هذا الوقت من الآن وحتى ساعات الظهر يام نحب يام نكره يام نتقرب يام نبعد يام نتواصل مع الغير يام نقطع لعلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم غامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة و 32 دقيقة فجرا بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحل استعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عندين غريبين الأطوار وهذا الشيء ممكن يعرضنا للتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبيدفعنا للعلاقات العابرة وممكن يعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 و 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليف أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا الوقت وقت مناسب للراحة وبرضو بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالفن أو الروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 6 و 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج خلص القمر بنتقل وبيستقر في برج القوس عشان هيك منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بناس أكثر سعادة بعد هذا الوقت ومنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية اللي منكتسبها بيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من مين أيضا للسفر والإجازات ممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 17 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعة الظهر أن الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحلي للغداد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العانة والجينات أما من ساعات الظهر وما بعد بصير أن الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار يصلح لآخر يوم لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج القاوس خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين الساعة ثلاثة وستة وأربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيج وبيستمر حتى تمام الساعة التسعة وثمان دقائق مساء بتوقيت جرانيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره ثمانية وعشرين يوم الآن الساعة ثلاثة وواحد وثلاثين دقيقة فجراً نبدأ باليوم التسعة وعشرين نسبة الإضاءة صفر بالمية نهاية اليوم أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش منتحس بنسبة عشر في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في العقرب ورح ينتقل القاوس دائما ذكرنا ساعة الظهر ورح يضلل في القاوس ليوم اثنين اتناعش سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في القاوس بيتراجع حتى يوم خمستاش اتناعش منتحس بنسبة ستين في المية الآن ساعة الظهر منتحس بنسبة تسعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم سبعة اتناعش سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 منتحق سعيد عفوا بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات ظهر بظل التركيز على الأمور المالية أو أموركم المالية المشتركة وبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات سارعوا لتهديت الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير وبرضو للأمور القديمة أو المواضيع القديمة أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات وبرضو اليوم بيحملكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب سفر تسويق نشر دراسات عليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شنك تتحرك على مختلف الأصعاد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات الظهر فبتظل فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبتظلها فترة جيدة للأعمال المشتركة هاي فترة ما زالت ضاغطة أو طاقتكم ضعيفة ما بينفعكم فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات ما عليك لأنك تضبط أعصابك من ساعات الظهر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم التي تماشى مع الأوضاع الراهنة أو التطور أو تفكيراتكم أو مخططاتكم بيطمع المبالكم وتفرحوا لتطور ما وهي فترة جيدة لتصحيخ خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر حاولوا أنك تنجزوا كل الأعمال المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضا بدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين تحسنوا إدارة الوقت وأعمالكم حذروا من الجدال مع زملائكم بالعمل وما تهملوا صحتكم من ساعات الظهر القمر رح يصير مقابلك تماما بينصب اهتمامك حول تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام وما توجهوا أي ملاحظة وبرضو بيحمل لك هذا اليوم نوع من أنواع الارتباط المهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان بتظل رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات الظهر وما بيتخلى الحظ عنكم ولكن ما تبالغوا بالحضوض كثير بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وهي فترة إيجابية ومناسبة للهوايات لا تقرب من الأحبة طرح الأفكار أو الارتباط أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أهم إشي أنه ما تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من آداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل التركيز على أمور تتعلق بالبيت والعائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن وحتى ساعات الظهر وبتجد تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع حائلي أو منزلي أو تظهر مشكلة شخصية أو عطل منزلي أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤولية من ساعات الظهر وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد الأيام الصعبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بظل في نوع من أنواع النشاط على مستوى التنقلات والاتصالات والسيارات والإلكترونيات والسفريات القصيرة من الآن وحتى ساعات الظهر أيضا فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلة أو حتى مناقشة أمر ماء وبرضو بإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض في كثير من المسائل عندك قدرة على الإقناع عالية وعندك قدرة على التسويق أيضا من ساعات الظهر وما بعد متفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها شوي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الضغط أو الإتراب أهم شيء أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا بيظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب زي ما حكينا بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم أهم شيء أنك تكونوا حذرين في النفقات وتمتنوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموال ولكن بدون مغامرات أو شيء مبهم وكونوا عاقلين في صرف العموال أما من ساعات الظهر وما بعد ممكن تحقق ربح أكثر خلال هذا اليوم ممكن تكون في عندك اتصالات أو اللي بيشتغلوا في مجال التجاري أو الإلكترونيات أو الكمبيوترات بيستفيدوا أكثر اليوم عندك اتصالات وتنقلات من ساعات ما بعد الظهر وبتظلها فترة مهمة للتواصل مع الجميع ولا اسمع صوتك أو إقناع الغير بوجهة نظرك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ما زال ثقتكم بأنفسكم أكبر وأكثر من الآن وحتى ساعات الظهر وبظل في نوع من أنواع النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو في نوع من أنواع الانفراج أو الأخبار اللي بتنتظرها أو ممكن تحل مسألك كانت صعبة في الأيام الماضية أو يجيك خبر صار من ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنك ما تغامر بأموالك في بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم وهي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرى باتخاذ قرارات حاسمة وبرضو قلل من المصاريف انتبه حاجة لكل التعاطف والتضامن برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك وطيرتك بالظل هادئة جدا ممكن تصل لمرحلة الركود ملل إحباط عدم الرغبة بفعل أي شيء أو شعور بالوهن أو التعب النفسي من ساعات الظهر يعني الأجواء بتتحسن لصالحك عشان هيك ما تتخذ أي قرار حاسمة قبل هذا الوقت من ساعات الظهر وما بعد بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك ومتبارس جاذبي لا تضاهل البدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع أو لحسم أمر عالق برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا بتكو تديروا بالكو حاولكو تتمموا كل الأعمال الضرورية وتنجزوها بالكامل من الآن وحتى ساعات الظهر لأنه من ساعات الصباح بيبدأ الضغط يزيد عليكم بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة من الآن وحتى ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد هنا القمر بوصل لبيت المتاعب فرح تدخلوا لغاية مساء يوم الاثنين فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض وحاضروا الأفكار السوداء والمعنويات المنقفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو ما زال الجو مناسب جداً للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن وحتى ساعات الظهر واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تهدي من روعك وما تنفعل وتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك وتجنب الخلافات والمجازفات من ساعات الظهر وما بعد ابتلتقوا الأصدقاء حول تصحيح العلاقات المتردي وما تبقوا وحدين وممكن يتوجهلك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء اجتماعي لأنها فترة ناشطة وواعدة دراسياً مهنياً عائلياً وبتكثر فيها الاتصالات والمواعيد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بظل في نشاط من الآن وحتى ساعات الظهر بالدراسة بالسفار بالاتصالات البعيدة بالتواصل مع الأحبة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بدون ما تفرضوا وجهة نظركم أو رأيكم عليهم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما بتتوقعها من ساعات الظهر وما بعد بين صب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء إنك ما ترتجر المواقف والتصريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضغط عليك المسؤوليات أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد عشان هيك دك تلتزم بالمسؤوليات وبرضو دك تجنب القرارات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر